نكمل الحرة الليلة من أزمة رفع صقف الدين في الولايات المتحدة وفي مسعى لحل هذه الأزمة يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم لمواصلة المفاوضات حول هذا الملف الشائك وكالة بلومبرغ أفادت نقلا عن رئيس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قوله إن محادثات الديون التي جرت صباح اليوم بين مفاوضي البيت الأبيض والكونغرس كانت مسمرة لكن لا اتفاق بعد وأوضح مكارثي أنه يمكن التوصل لاتفاق على صقف الديون بحلول ليلة الاثنين أو غدا السلساء وأشار مكارثي في وقت سابق إلى أن موقفه لم يتغير بشأن ضرورة خفض الإنفاق لرفع صقف دين الحكومة في عقاب اتصال مع الرئيس الأمريكي الذي تمسك برفض مقترحات الجمهوريين واعتبر أنها غير مقبولة وتترقب الأسواق العالمية مشاهدين ما ستتمخض عنه مفاوضات الإدارة الأمريكية مع الجمهوريين في مجلس النواب فلم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم فيما أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين كما تراجعت أسعار النفط والذهب قليلا مع استقرار الدولار فما هو إنعكاسات رفع صقف الدين على الاقتصاد العالمي وما هي تأثيراته على سعر الفائدة والأسواق المختلفة وهل ستؤدي زيادة صقف الدين إلى رفع الضرائب وما تأثير رفع صقف الدين على سياسة الرئيس بايدن ومحدود الدخل لن تكون ساعة الدين العام الأمريكي التي بلغت صقفها قبل أشهر عدة وحدها ما يخيم على لقاء الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بحثا عن تسوية تفضي لرفع صقف الدين فعقارب الساعة الزاحفة بسرعة نحو مطلع يونيو الذي حدده المسؤولون الأمريكيون كحد أقصى لإيجاد تسوية لهذه المسألة تحت طائلة تخلف أمريكا عن سداد ديونها تلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل المسؤولين خلال اجتماعهما ولكن مواقف بايدن وحزبه الديمقراطي من جهة ومكارثي والجمهوريين من جهة أخرى لا تزال متباعدة على ما تنبئ تصريحات الساعات الماضية فبايدن شجب عشية عودته من قمة مجموعة السبع بهيروشيما شروط الجمهوريين للموافقة على رفع صقف الدين والمتمثلة بتبني اقتطاعة واسعة على الإنفاق الحكومي كاشفا عن خيارات دستورية بديلة يقوم بدراستها لتخطي موافقة الكونغرس لا يمكنني أن أضمن بأن الجمهوريين لن يجبرون على التخلف عن سداد ديوننا بإقدامهم على عمل فضيع ما وأدرس حاليا التعديل الدستوري الرابع عشر وأظن بأنه يمنحني الصلاحية لرفع سقف الدين من دون العودة إلى الكونغرس ولكننا ننظر أنه وفي حال إذا لجأنا إليه وجرى الطان بذلك قضائيا فيما إذا كان هذا سيؤخر سداد ويضطرنا بنتيجة ذلك للتخلف وأضاء موقف مكارثي بعيد اتصاله الهاتفي ببايدن أثناء رحلة عودته من هيروشيما أيضا على الخلافات المستمرة بالرغم من وصفه الاتصال بالمثمر ما أنظر إليه هي مواطن الخلاف الراهنة وكيف يسعون حلها وفي هذا الشأن تحديدا شعرت بأن محادثتنا الهاتفية كانت بناءة ولكن ما من اتفاق وما زلنا متباعدين وتزيح التقارير الإعلامية الأمريكية السيتارة عن بعض نقاط التلاقي بين الجانبين بشأن الاقتطاعات في الانفاق بما فيها عشرات مليارات الدولارات المتبقية من حزمة الإنعاش الاقتصادي لجائحة كورونا بيد أن التباعد يظل ماثلا حول مقترح يدعمه بايدن لزيادة الضرائب على الأثرياء وآخر يؤيده الجمهوريون ويفرد بند التوظيف على شرائح من متلقي الدعم الحكومي الغدائي والطبي وبرغم التباينات فإن التبعات التي يصفها المسؤولون والخبراء بالكارثية على الاقتصاد الأمريكي في حال عدم الاتفاق وتخلف أمريكا عن سداد ديونها قد تلزم كل من بايدن ومكارثي على التوافق على ما يتوقع كثيرون بخاصة وأن أي اتفاق بين الرجلين يجب أن يتحول إلى مسودة قانون وأن يصدق القانجرس عليه ليصبح نافذة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية أركانسا روبرت مكلارتي المخططة الاستراتيجي الديمقراطي ومعنا من ولاية ميشيكين جون عكوري المخططة الاستراتيجي بالحزب الجمهوري أهلا بكما ضيفاي الكريمان أبدأ معك بداية سيد جون ودعنا نفهم منك أكثر التعليق أو التصريح الأخير لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الذي قال بأن محادثات رفع صقف الدين كانت مثمرة رغم عدم التوصل إلى اتفاق كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح؟ طبعا في إطار سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن الخبر الطيب هو أن الفريقين يجتمعان يتكلمان وأعتقد أن هذا مهم ليس فقط بالنسبة لواشنطن بل للشعب الأمريكي أن يكون هناك فرصة لرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب أن يتكلمان عن هذا الموضوع الأساسي ورأينا هذا الفيلم من قبل ونعرف أن هناك الكثير من المسرح في هذا الإطار هناك وسائل الإعلام وهناك تصريحات وهناك تشديد على أن الوقت يمر وأن الاتفاق ضروري ولكن السيد مكارتي هو رجل بكي جدا وهو الشخص المناسب في الوقت المناسب ليتمكن من التفاوض مع الرئيس لإيجاد حل لهذه المسألة السيد روبرت قد يوصف مثل هذا التصريح بأنه تصريح ضبابي ما بين محادثات مثمرة وعدم التوصل إلى أي اتفاق ونحن نتحدث عن هامش زماني قليل نسبيا عشرة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق ما بين الجانبين هل من الممكن تحقيق ذلك ربما الليلة أو ليلة غد على أبعاد تقدير أعتقد ربما ليس اليوم مساء أو غدا صباحا ولكن كما قال جون نحن نرى الآن مسرحا سياسيا نرأينا هذا الفيلم من قبل وهذه ليست المرة الأولى التي كان فيها نقاش يستمر للحظة الأخيرة واشنطن دي سيء غالبا حول القرارات الأساسية تتصرف بسرعة ولكن أحيانا ببطء شديد وبالتالي عندما نصل إلى المحاك أحيانا يمكن أن تسرع الأمور أعتقد أن الرجلين يدركان أنه لا يمكن التخلف عن سداد الديون وأننا سنصل إلى اتفاق وربما سيكون هناك خفض في الميزانية كل فريق عليه أن يفوز في هذا الإطار أعتقد أننا سنصل إلى حل سيد جون عكوري الرئيس بايدن لطالما كان يكرر بأنه واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين ولكن تصريحاته اليوم قبل أن يصرح مكارتي تصريحاته الأخيرة قال بأنه على الجمهوريين أن يعرفوا بأنه لن يتم الإنجرار إلى أي صفقة مع حزبهم وفقا لشروطهم برأيك في نهاية المطاف ما إمكانية أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى تجاوز الكونغرس لحل هذه الأزمة في حال لم يتم التوصل إلى أي صيغة تفاوضية بين الطرفين سؤال جيد جدا لا أحد يعرف ما يفكر فيه الرئيس ومستشار الرئيس تتكلمين عن التعديل الدستوري الرابع عشر من الواضح أن الرئيس تكلم عنه أكثر من مرة وأن هناك إمكانية أن يتصرف من دون العودة إلى الكونغرس ويمكنه أن يستعمل هذا التعديل ليظهر أنه يتخذ مواقفا قوية لأنه سيرشح في الانتخابات سيترشح في الانتخابات ولكن نفضل أن تستمر الاجتماعات بدل العودة إلى هذا التعديل في أيام الرئيس كلينتون عندما زاد طلب البيتزا إلى البيت الأبيض أصبح الجميع يدرك أننا اقتربنا من اتفاق طبعا الأيام مختلفت اليوم ولكن هناك حوار وهناك اجتماعات بين الفريقين والجميع يدركوا أن الشعب الأمريكي يراقب عن كثب ما يحصل وبالتالي هناك مصلحة للجميع في إيجاد حل ليس فقط التصريحات ولكن النتيجة النهائية ما سيفعله الرئيس طبعا سنراه في الأيام المقبلة لا يمكن أن نتكهن ولكن أنا شخصيا لا أعتقد أنه سيعود إلى التعديل الدستوري الرابع عشر ما رأيك سيد روبرت بذات النقطة فإن كان بإمكان الرئيس جو بايدن أن يلجأ إلى التعديل الرابع عشر لماذا يتحدث عن مفاوضات مع الجمهوريين وأهمية أن يكون هناك توصل الاتفاق كان بإمكانه أن يتجه مباشرة إلى هذا التعديل وخصوصا أن عامل الزمن والوقت يلعب دورا حاسما في هذه المفاوضات الدائرة حاليا وخصوصا أيضا أن التصريحات من جانب آخر هي تصريحات تلقي فيها الاتهامات ونفهم من خلالها بأن كلا الطرفين لا توجد لديهم أرضية مشتركة حتى هذه الساعة حجم الخلافات متباين بين الجمهوريين والديمقراطيين نعم أعتقد أنه يتكلم عن التعديل الدستوري فقط للضغط ويقول إن لم نصل إلى حل يبقى لدي خيار ولكن الرئيس يعرف أنه لن يكون الرئيس الأخير في البيت الأبيض وإن اتخذ هذا الطريق فذلك سيؤدي إلى سابقة والرؤساء اللاحقون سيفعلون ذلك دائما وبالتالي من الأفضل أن يكتفي بالمفاوضات كما نفعل منذ عقود أعتقد أن الرئيس يستعمل التعديل الدستوري الرابع عشر فقط بهدف التلويح والتلميح وليقول أنه يمكنه أن ينجز حتى من دون اتفاق ولكن لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى شيء آخر غير المفاوضة دعنا نتحدث أكثر حول إنعكاسات رفع صقف الدين معك سيد جون عكوري كيف ستكون إنعكاسات هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي هل سيكون أيضا هناك تأثيرات ربما على سعر الفائدة وعلى الأسواق الأخرى طبعا سيكون هناك تداعيات نحن نخرج للتو من هذه الجائحة الكبيرة ونحن في عالم جديد ودولة جديدة وظروف جديدة وما زلنا نحاول العودة إلى الحياة الطبيعية منذ العام 2019 أمور كثيرة حصلت ويبدو أن كل يوم هناك شيء جديد أو مشكلة جديدة وهناك أمور كثيرة يعاني منها البيت الأبيض والكونغرس والشعب الأمريكي في فترة ما بعد الجائحة عندما ننظر إلى الميزانية وإلى الحد أو صقف الدين كل هذه المسائل الأساسية التي تركز عليها وسائل الإعلام أعتقد أن كل ذلك سيكون لديه تداعيات من دون شك وسيكون هناك ضرر ولكن من جانت ييلن إلى جو بايدن إلى السيد مكارثي إلى أعضاء الكونغرس أو المستشارين للرئيس كلهم لديهم أراء ولكن لابد أن يتكلموا وأن ينجزوا وهذا ما نحتاج إليه الآن كفى مسرحا سياسيا سيد روبرت يعني زيادة صقف الدين هل ستؤدي إلى رفع الضرائب على المواطن الأمريكي وكيف ستؤثر أيضا على محدود الدخل داخل الولايات المتحدة نعم لو تم رفع صقف الدين من دون موازنة أي اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق سيكون هناك تأثير على العاملين وعلى الأكثر فقرا وعلى المجتمع وكما قال جون نحن عنينا كثيرا في السنوات الماضية بعد الجائحة والاقتصاد يتحسن ربما التضخم يتراجع ولا أعتقد أن البيت الأبيض أو الكونغريس يريدوا مشكلة الآن عندما نصل إلى الصيف في العاصمة واشنطن نفضل أن تكون الأمور هادئة بدلا من أن يكون هناك نقاش حاد حول صقف الدين ولكن التأثير سيكون كبيرا على الرعاية الصحية الرعاية الاجتماعية على التأديات الاجتماعية على أمور كثيرة ولا أحد يريد الآن أن يقود الإقتصاد رفع صقف الدين هو منطقي ولكن لا نريد أن يؤدي إلى نتائج كارثية سيد جون في ضوء كل هذه المعطيات التي نتحدث عنها برأيك كيف سيكون شكل المقاربة ما بين الطرفين وإلى أي مدى سيكون هناك نوعا ما أرضية مشتركة في ضوء هذه التصريحات التي سنأخذ الجانب الإيجابي منها بأنها بالنسبة لهذا اليوم هي محادثات مسمرة حتى هذه الصاعة أعتقد أن الكلمة ملائمة لست أعرف أن كانت كلمة من واشنغتون أن نقول أن الحوار مثمر ولكن مجرد التحاور هو إيجابي ويرحب به الشعب الأمريكي وكما قال الزميل لا نريد أن نجر هذه المسألة في الصيف هناك أسعار البنزين وهناك مشاكل الطيران وهناك محاولة للموازنة بين هذه المشاكل اليومية مع أخبار جيدة تأتي من البيت الأبيض وفي الوقت ذاته رئيس مجلس النواب السيد مكارتي لديه أيضا أجندة كبيرة لست أدري متى سيتوقف الكونغرس لعطلة الصيف ولكن الجميع يريد أن يخرج من هذه المشاكل في واشنغتون وأعتقد أن الجميع يريد حلا وأعتقد أن النقاش سيستمر كما حصل مع ريغان وأونيل في الثمانينات من القرن الماضي كثيرون شهدوا هذا النقاش بين الكونغرس والبيت الأبيض الأمر لا يتعلق بفوز الرئيس أو مكارتي بل الشعب الأمريكي وذلك لا يجب أن ننسى السيد روبرت البعض يرى بأنه قد يكون هناك مبالغة فيما يخص موضوع الديون الأمريكية ورفع صقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تطبع العملة تطبع الدولارات في نهاية المطاف فلماذا هذه الأزمة ولماذا هذا التركيز عليها بهذه الصورة نحن لدينا ديون ولدينا فواتير يجدر أن ندفعها وهناك دولة كالصين هي التي أقردتنا أموالا كبيرة ولا بد من أن نجد حلا بطريقة لا تؤثر سلبا على بلادنا أو على العالم ولكن ربما الدين هو أكبر مما نقول المسألة تتعلق مجددا بالسياسة في العاصمة وبكرة قدم ننقلها من سنة إلى سنة إلى سنة أعتقد أن مكارثي والرئيس بايدن سيجداني سبيلا للتوصل إلى حل ونحن نتكلم خاصة أيضا عن التأديات الاجتماعية وهي مهمة في هذا الأطار أعتقد أن التغيرات ستكون ضئيلة وأعتقد أننا سنصل إلى حل من دون شك وأعتقد أيضا أن كل فريق سيقول نحن فزنا وحصلنا على ما نريده وننتقل الآن إلى مسألة أخرى أقل تعقيدا من هذه المسألة شكرا جزيلا لكم من ولاية أركانسا الأمريكية روبرد مكلارتي المخططة الإستراتيجية الديمقراطية ومن ولاية ميتشيغان جون عاكوري المخططة الإستراتيجية بالحزب الجمهوري شكرا جزيلا